كابتن ع coraz إنت أولت مابل كده أن الأهلي مو رفضش أن يستقبل أسماعيلية وفي حاجة كده بش ح clients أقول لأ عوigg دس待って إحنا كلنا إسرة واحدة كلنا شعب واحد بنشرب من مية واحدة وكلام ده بعض الناس بتقولك إن النادي الاهلي رفض إن يستقبل نادي الإسماعيل والنادي زمالكي هو اللي قابلهم وفي بعض الناس أخدت على إن النادي الاهلي بيرفض ان يقابل نادي إسماعيل إحكيتنا إنك قلتنها قبل كده الكلام ده مع أصيلا لا لا ما كانش فيه اي يعني الحديث وقتها عن النادي الاهلي ما كانش فيه اي كلام مع النادي الاهلي على الموضوع ده هو حسن حلمي رحمة الله عليه بفراسة كده هو الراجل قال الاسماعيل ما عندنا من استضيفه عرض لان احنا كنا وقتها كابتن مصطفى عادين في مركز شباب ايوه مركز شباب الجزيرة انت يمكن لحقته شوية في الاخر اه طبعا ما كنا يعني مع تومسون بزبط كده فكنا عادين في مركز شباب يعني لعيبنا وكنا عادين في مكان لسه متبناش حتى مكان بعد كده المناصر عمل مكان لكن كنا عادين اي مئة في خيم بنتمرن ونتخير وكان اللي ارحم وحسن مختار يوقف بالخرطوم يحمينا الله يرحمه او الله كانوا يوقف بالخرطوم يحمينا بعد التدريب كده او في جامع كنا اخش الجامع في جامع اول ما تنزل سلمتين كده تلاتة في جامع على يمينا كده كل ساعة في الجامع يعني انا عاوز اقول لي اللي عيبة اللي موجودة دي انتوا في نعمة ما بعدها نعمة ربنا دي ما عليكم قد ايه شفتوا نجوم كبيرة زي الكابتن على بوغريشا نجم من نجوم الكرة الافريقية والعربية قبل ما يكون نجم من الكرة المصرية وشفتوا دي كل الجماهير اجمعت على ان كابتن على بوغريشا ده حاجة فاكهة الهر زي ما اللي عاوز يقول يقول شفوا عانوا قد ايه اتهجر من بيته اتهجر من ملعبه اتهجر لبلد تانية جي هنا باستحمى بخارطوم زي ما هو بيقول عشان خاطر بيحب الكرة ودى للمنتخب مصر لعب في سنة سبعين في السودان وده هنتكلم عليها ولعب سنة سبعين هنا قدام في الامة الافريقية يعني انا بقول ليه كده قد ايه اللي عبا دي عانت وقد ايه اللي عبا ده يعني الاسم والشهرة اللي خدها ما جاتش من فراغ